فخامة الرئيس، السيدات والسادة الحضور، يسير قطاع البترول نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يقدم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة لمصر دون أن نخفل مسؤولياتنا تجاه البعدين الاجتماعي والبيئي فقد تبنى القطاع استراتيجية موحدة جديدة للمسؤولية المجتمعية ترتكز على الاستدامة بهدف دعم وزيادة مساهمة القطاع وشركائه في التنمية المجتمعية محققاً العديد من قصص النجاح في مجالات التعليم والصحة والبيئة وبالنظر إلى البعد البيئي فقد جاءت قضية تغير المناخ وتحول الطاقة على رأس أولويات قطاع البترول ففي نوفمبر الماضي نجحت مصر في تنظيم واستضافة نسخة استثنائية من مؤتمر المناخ كوب 27 تميزت بالشمولية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ والتي كانت نتاجاً للعمل الجماعي بين مختلف قطاعات الدولة فقد نجحت مصر خلال تلك القمة في تسليط الضوء على شواغل القارة الإفريقية المتعلقة بقضية تغير المناخ وحقها في انتقال انطقي تدريجي وعادل كما نعجح قطاع البترول المصري في توفير مقعد لصناعة البترول والغاز على مائدة قمة المناخ بتنظيمه اليوم خفض الكربون لأول مرة في تاريخ كمام ومؤتمرات المناخ ولم يكن مؤتمرنا هذا إيجيبس على مدار دوراته السابقة والحالية بمعزل عن قضية تغير المناخ فقد تطورت فعالياته لتتضمن تخصيص فعالية حول الاستدامة في مجال الطاقة